الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل النظرية النقدية ما يسمى مفهوم مصيدة السيولة liquidity trap أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبت الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا على بركة الله نبدأ من عادة السلطة النقدية البنك المركزي في حالة الأردن أو في حالة مصر أو في العراق على ثم الجزائر أن يقوم في أوقات الانحصار الاقتصادي بزيادة عرض النقد بالوسائل التقليدية طبعا هذه الوسائل المعروفة لدينا هي تخفيض نسبة الاحتياط الإجباري المنفوض على البنوك أو ما يسمى preserve ratio وتخفيض سعر الخصم discount rate اللي هو الفائدة التي أو سعر الفائدة التي يفرضها البنك المركزي على القروض التي يمنحها لبعض البنوك في حالات طارئة وعمليات السوق المفتوحة أو ما يسمى بالopen market operations التي من خلالها يقوم ببنك المركزي بالشراء وبيع السندات حتى يمتص سيولة أو يضخ سيولة في السوق يكمل هدف من ذلك طبعا في تحفيز الاقتصاد بواسطة تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات تعمل على زيادة الطلب على النقود لأغراض الاستثمار من الطبيعي أن نتوقع بأن انخفاض أسعار الفائدة تؤدي إلى زيادة الطلب على الاقتراض ثم زيادة الطلب على الإنفاق الاستثماري ودفع الطلب الكل إلى الأعلى ما يؤدي إلى زيادة الانتاج وتوليد المزيد من الدخل وتوظيف العمالة فهل هذا التوقع صالح لكل مكان وزمان هنا الآن يعني الإجابة المهمة التي تتعلق بما يسمى مصيد السيولي ما يحدث على أرض الواقع أن كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول السائلة تكون منخفضة المقصود هنا بأن الآن الكلفة على الذي يحتفظ أو الذي يملك نقود بدلا من أن يضحها في حسابات توفية وتصبح جزء من عرض النقد أو حسابات بنكية تصبح جزء من عرض النقد لكن تكون الفرصة البديلة للاحتفاظ بهذه الأصول السائلة منخفضة وهو وضع يشجع الأفراد والمؤسسات على الاحتفاظ بالنقود السائلة فلا يؤدي ارتفاع عرض النقد في هذه الحالة إلى انخفاض أسعار الفائدة مثل ما ترغب السلطة النقدية ولا يؤدي إلى زيادة في الطرب على النقود وقد أطلق كينز جون كينز العالم الإقتصاد المعروف على هذه الطاهرة مصر لتسيول كيف ينفسرها بيانيا على المحور الأفق الآن الكميات المطلوبة والمعروضة من النقود أم وعلى المحور العمودي أسعار الفائدة الآن عندي هذا مرحن الطرب على النقود يتكون من جزعين هذا الجزء السميك وهذا الجزء المتقطع وسأشرح لماذا الآن هذا الجزء المتقطع الطلب أمدي على النقود تام المرونة في هذا الجزء المتقطع وأرجو الانتباه إلى الفكرة الكاميرا وراء هذا الوضع الآن هذا منحن العرض على النقود الذي يحدد طبعا البنك المركزي أو السلطة النقدية في البلد المعني فهنا عندي M-S-S-B-1 اللي هو عرض النقد في الحالة الأولى يتقاط عرض النقد في هذه الحالة مع الطلب على النقد عند هذه النقطة الآن هذه النقطة تتكون من زوج مرتب هو الآن R-S-B-1 وعندي طبعا هنا M-S-B-1 أم أم يعني بمعنى آخر الطلب على النقود عند هذه المرحلة أو عند هذا الوضع أو عند هذا الآن عرض النقد هذا في هذا الكمل الحالي الآن فالبنك المركزي أو السلطة النقدية تقوم بزيارة عرض النقد بهدف زيادة أي تخفيض أسعار الفائدة الآن لنفترض بأن عرض النقد انتقل من هذا الوضع من M-S-1 إلى M-S-2 هنا وبالتالي الآن نقطة التقاطع الجديدة كانت هنا فإن خضر السعر الفائدة من R-1 إلى R-2 على سبيل المثال السؤال هل يمكن للبنك المركزي أو السلطة النقدية أن تستمر بهذا الفعل بحيث تجعل أسعار الفائدة منخفضة جدا حتى تتمكن من زيادة الطابع النقود لأغرار الاستثمار والاستثمار يذهب إلى رأس المال ثم يحفز الانتاج وهكذا طبعا هنا نأخذ حالة ثالثة وأخيرة بأن السلطة النقدية حاولت وقامت بزيارة عرض النقد عند المستوى M-S-T-R-E فالتقاطع الجديد حدث هنا هذه النقطة لاحظوني الآن هنا الآن الفرق بين R-1 و R-2 كان نسبياً عالي لكن الفرق بين R-2 و R-3 مخفض بعد هذه النقطة الآن منلاحظ أن الآن الطلب على النقد أصبح كما ذكرت اللي هو تام المروني وبالتالي أي زيادة إلى اليمين لن تؤدي إلى تخفيض أسعار الفائدة ولن تحفز الطلب على النقود لأغراض الاستثمار وهي الحالة التي أطلق عليه جون كينز مصير السيولة نتابع طبعا هنا لن تؤدي زيارة عرض النقد في هذا الجزء من الطلب على النقود إلى انخفار سعر الفائدة R نكبل يوضح الشكل بأن مرحنة طلب على النقود M-D طبعا سأعيد الآن وضع الشكل هنا هذا هو الشكل الذي وضعناه قبل قليل هذا الشكل M-D طبعا هنا مرحنة طلب على النقود يوضح هذا الشكل طلب على النقود باعتباره طلب على النقود طبعا دالة في سعر الفائدة الآن كلما انخفض سعر الفائدة زاد الطلب أو زاد في الكميات المطلوبة من النقود لكن هذا يتشكل من جزئين علوي غير مرن هذا هو الجزء على الطلب على النقود علوي غير مرن وسفلي هذا الجزء السفلي هو مرن أو تام المرونة عندما يقوم البنك المركزي بزيارة عرض النقد M-S يبدأ سعر الفائدة من الخفاض كما ذكرنا من R-1 إلى R-2 إلى R-3 وهكذا يبدأ سعر الفائدة بين الخفاض التريجي من R-1 مقابل M-S-1 إلى R-2 مقابل M-S-2 لكن الزيادة بعد M-S-3 M-S-3 بعد الزيادة الآن في عرض النقد لا تؤدي إلى تخفيز سعر الفائدة وثبت لاحظوا سعر الفائدة ثبت عند معدل أقل من R-3 بقليل جدا يعني الآن فقط قليل جدا وهي منطقة مصير السيولة هذه المنطقة هي التي تسمى منطقة مصير السيولة أو liquidity trap نكمل تتراقى ظاهرة مصير السيولة عندما تكون توقعات المستثمرين متشائمة حول الأولاع الاقتصادية فهم لا يقبلون على تجديد السلعة الرأس مالية أو التوسع بخطوط الانتاج وينخفض الطلب الكلي بشكل لافت من كل مصادره الاستهلات الاستثمار الحكومة والقطاع الخارجي يمكن توضيح حالة التوازن في سوق السلعة النحو المبين في الشكل الآتي الآن دعنا نضع الشكل الآن تقاطع الأقرق الديماند الطلب الكلي عند الحالة AD1A يتقاطع مع ما يسمى منحنة العرض الكلي في الأمد القصير يتقاطع عند هذه النقطة اللي هي E صب A ها هي ترمز الآن للأكتشوال للأكتشوال إكولابريم أو التوازن الفئلي الواقعي البنك المركزي أو السلطة النقدية تحاول أن تزيح أو تدفع هذا المنحنة إلى هذا الموقع حيث البوتنشيل أو ما يسمى بالإنتاج الممكن أو التوازن الممكن وهو أعلى يعني الآن E صب P اللي هو إكولابريم بوتنشيل إكولابريم أعلى من الأكتشوال إكولابريم السلطة المركزية النقدية تحاول أن تدفع نقطة التوازن من E صب A إلى E صب P لكن كما هو مذكور هنا يسعى البنك المركزي في الأمد القصير كما ذكرت إلى تحفيز الاقتصاد بالانتقال من E صب A إلى E صب P من هنا إلى هنا بواسط حلقة زيارة عرض النقد وتخفيض أسعار الفائدة وزيارة الاستثمار ثم زيارة طلب الكلي لكن مصيدة السيولة تؤدي إلى إحباط المحاولة التي يقوم بها البنك المركزي ويكون سوق السلع في حالة التوازن منخفض عند E صب A أي هذا التوازن الفعلي السلطة النقدية المركزية تحاول أن تنتقل من هذه الحالة إلى هذه الحالة الأعلى حتى يكون Y اللي هو الدخل أو الإنتاج الكلي مرتفع يرتفع من Y صب A إلى Y صب P طبعا ويكون طبعا أكررها سوق السلع في حالة التوازن مركضة عند E صب A حيث يتقاطع منحنى العرض الكلي في الأمد القصير هذا منحنى العرض الكلي في الأمد القصير Short Run Aggregate Supply يتقاطع مع هذا المنحنى مع منحنى الطلب A D صب A ويأمل البنك المركزي بنقل منحنى الطلب الكلي إلى نقطة ممكنة أعلى وهي هذه النقطة على Aggregate Demand صب P أي زيادة الإنتاج من Y صب A إلى Y صب P لكنه لا يفلح بذلك لأنه الآن وقع في مصير السولة شكرا لكم على حسن متابعتكم لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم معرفة بلغة الضاد لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن ترجمة نانسي قنقر